أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فائلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت منهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راءون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسن من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة ألقة فخلقنا الألقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبأثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقبر فأسكنه فراد وإنا على ذهب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وججرة تخرج من طرسين تنبت بالدهن وصبغ للاكنين وإن لكم في لنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وعليها وآل الفلك تحملون ولقد رسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبوضوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلى بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا لولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتائين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصناع فلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقرب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرننا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن أعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بنقاء آخرة وأطرفناهم في الآيات الدنيا ماذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويسرب مما تسربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيأدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظمننكم مخرجون هيهاتا هيهاتا لما تعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وانحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجول افتراء الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب صني بما كذبون قال أما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قروننا خليم ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسلها كذبوه فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئيف سكفر وكانوا قوما عالين وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوم ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بنا مريم وأم آية وآوينهما إلى ربوة ذات قرار ومئين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرعون فضرهم في غمراتهم حتى أين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشيات ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعنا في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسان لا مسعى ولدينا كتاب ينطق من حق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون الله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها آمنون حتى إذا أخذنا مطر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأرون يوم إنكم منا لتنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون وسكبير نبيه سامرا تهجرون أفا لم يدبروا القول أم جاءهم ما لم ياتي آباءهم لولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له موكرون أم يقولون نبي جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارعون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والعقد ومن فيهم بلتينا هم بذكرهم فهم عن ذكرهم مؤرضون أم تسألهم خرجا فخراجوا ربيك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضره وللجوا في طهيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فسفم السكان لربهم وما يضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب فمسكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والبصار والفيدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ضرأكم في رضي وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف للين والنهر فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وإظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير لولين قل لي من العقل ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولنا لله قولنا فلا تذكرون قل من رب السماوات السبأ ورب العرش العظيم سيقولنا لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكت كل شيء وهو يجر ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون سيقولنا لله قل فأنا تسحرون بل تيناهم بالحق وإنهم لكاثبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذاب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغد والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون إدفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلام بما يصفون وقل رب يعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركتك الله إنها كلمة وقائلها ومن وراء برزاخننا يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنسى با بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ترفع وجوههم النو وهم فيها كانحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من إبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرائمين افتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جازيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في رغض عدد سنين قالوا لبثنا يوما وبعض يوم سأل العادين قال إن لبثتموا إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتموا أنما خرقناكم عبثا وأنكم إلنا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إنه إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعم الله إلى ناخر لا برهن له به فإنما إسابه إن ضربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب يغفر وارحم وأنت خير راحمين سورة ننزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم به مرأفة في دين الله ولا تأخذكم به مرأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله من اليوم إلى آخر وليشهد عذابه ما طائفة من المؤمنين الزانين ينكح إلا زانية ومشركة والزانية لا ينكحها إلا زانين ومشرك وحرم ذانك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم المياتوا بأربعة شهداء فجاندهم ثمانين جلدا ولا تقبانوا لهم شهادة نبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن صادقين والخامسات ألعنات الله عليه إن كان من الكاذبين ويا دراء عن العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسات أنغادب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بنفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل إبريء منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له أذاب عظيم لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هدائف كن مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما آفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقوناه بألسينتكم وتقولون بأفواهكم ما لس لكم به علم وتحسبونه هيئنا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتن عظيم يعظكم الله أن تأودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الأيات والله عالم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفائشة في الذين آمنوا لهم عذب نريم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم